رحلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها الرجل غادر المملكة المتحدة بعدما وافق على المغادرة إلى كيجالي بعدما رفض طلب اللجوء الذي تقدم به كما حصل على مبلغ 3000 جنيه استرليني من الحكومة وذلك لدى وصوله إلى العاصمة الرواندية لمساعدته على الاستقرار عملية الترحيل هذه جاءت في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضوا طلبات لجوء تقدموا بها إنها البداية نعم بعد إقرار القانون المثير للجدل في بريطانيا هذه هي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي تقوم فيها الحكومة بترحيل لاجئ وصل إلى أراضيها بطريقة غير قانونية لمنطقتنا أيضا نصيب من مشاكل الهجرة حيث حذرت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب حذرت من أن عدد اللجئين سوريين الذين يغادرون لبنان إلى جزيرة قبرص سيستمر في الارتفاع قالت إن نحو 3000 سوري غادروا لبنان منذ يناير وإن العديد منهم توجه إلى قبرص ترجمة نانسي قنقر